موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة إن الإنسان عمره ما يوصل لحاجة يريدها في هذه الدنيا من غير مشقة وهذا من مقتضاياة وجود الإنسان على وجه الأرض وليحكمة كونية ظاهرة وهذا الأمر أيضا لأهل الدنيا لأهل الدين فلابد من ملود مشقة وتعب على الأقل في أول الطريق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره ولكن من عاجل النعيم لأهل الدين أن يرزقوا لذة الطاعة والعبادة لكن أيضا ذلك لن يتم إلا على جسر التعب لن يستطيع أن يستمتع بقيام الليل دون أن يكابده أولا ولن يجد لذة في الصيام إلا بأن يتحمل الجوع والعطش والحرمان أولا ثم بعد ذلك يرزق لذة الذكر والعبادة والطاعة فيفعلها وهو مسرور من عاجل النعيم كما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس فهذا ليس تكليفا بل تلذذا بتسبيح الله عز وجل وكذا كل أنواع العبادات الإنسان اللي بيصلي لما يخشع في صلاته يبقى أرحنا بها جعلت قرة عيني في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال كلام ده الأول الإنسان يبدو الواقف ويبقى تعبان وهكذا يجد هذا الأمر في الاعتكاف وقيام الليل في رمضان والناس تقول لك عم خفف يا سيد الناس مش مستحملة والناس عايزة وراها مشاغل وكفى ربعين وكلام ده هو أصلا حيب أقادر على يعني التحمل ذلك شاكرا بعدما يوصل لمرحلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقوم من الليل حتى تتورم قدمه وفي الوقت تتفطر تتشقق قدمه فقيل تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا ما قالش أفلا أكون عبدا صبورا معاني ده مقام صبر أيضا ولكنه مقام شكر في الدرجة الأولى يعني ذلك أنه يدد اللذة والنعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف معانه حرمان من النوم المعتاد والطعام المعتاد والشراب المعتاد وترك المألوفات وكل ذلك ويجد الإنسان فيه لذة عظيمة الحج والعمرة أهل يعني يعني الحج والعمرة من أطاع الله في ذلك يجدون لذات عظيمة بعد تحمل التعب على جسر التعب طب ليه بيجي تعم لأن الإنسان على بل ما يوصل ويرتقي إلى العلم والعد بيمر بمراحل مرة بها من الظلم والجهل إنه كان ظلوما جهولا جهولة فالحاجة التي تتعمل ليس على الوجه الأكمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لابد أن يلد فيها نوع من التعب والمشقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال النبي صلى الله عليه وسلم وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به إحنا بقى الصلاة بتاعتنا لو هي فيها من أولها خشوع على الوجه الكامل لما وجد الإنسان التعب ولما شعر بتشقق قدمها لو تشققت ولكن كونه يفعل العبادة على نقص فيها يستوجب الاستغفار فهذا الذي يحصل بسببه نوع المشقة والتعب يعني إذن هذه المسألة في الدين والدنيا طلب العلم كذلك لابد أن يبذل جهدا أولا ثم يرد راحة وبعد إن الإنسان روح بدا فالبدن طبيعته إنه حيجد مشقة يعني مش إنه هو اللي بيصوب مثلا لا بالتأكيد إن الجوع العطش بيخلي الإنسان إيه يتمنى أن يأكله أشرب دي حاجة البدن ولكن لذة المؤمن فيما يجده من حلاوة العبادة والفرح بها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يجعله يرى أن هذا التعب البدني يسير جدا وهكذا أيضا إنفاق المال وهكذا الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وتحمل الجراح وأن يصيح منطع فزه رب الكعبة ينبئك عن هذا الأمر هو بيتعلم حال أنس بن النضر بالتأكيد تألم في بضع وثمانين جرحا ولكنه ما شعر بذلك خفى خفت أحيانا يزول بالكلية الألم من رحمة الله عز وجل وكأنه في جنة قبل الجنة ترجمة نانسي قنقر